أتركز معي كويس جدا 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 وهتكلم في الموضوع موضوع مهم جدا شغل الرأي العام الأهلاوي خلال الساعات الأوليلة الماضية وتحديدا في صحور أمس انتشرت صورة للأستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة بتجمعه في صحور مع الإعلام الكبير الأستاذ عمر أديب والمستشار توركي الشيخ مالك نادي بيرامدس أثرت الصورة العديد من الأقويل وما خبيش على حضراتكم كان فيه انفعلات لدى الجمهور الأهلاوي خاصة انها اتنشرت على الحساب الخاص للمستشار توركي الشيخ اختيار الصورة دي تحديدا لنشرها وسط صحور بيدم أكتر من 500 شخصية عامة وانا لو حبيت أفهم ليه تم اختيار الصورة دي تحديدا لنشرها فانا اتصور ان دا بيدل على قيمة الشخصية الأهلوية اللي في الصورة واللي جعلت مالك نادي بيرامدس يفضلها وينشرها ويختارها تحديدا نظرا لما كانت الأستاذ خالد الدرندلي سواء الشخصية أو من شخصية أهلوية أبا عن جد طبعا من واقع أني قريب طول عمري في نادي الأهلي أحب أقول أن الأستاذ خالد الدرندلي من أهم الشخصيات الأهلوية اللي بتحب النادي الأهلي والعاشقة له وهو أهلاوي أبا عن جد نجل الراحل الأستاذ محمد الدرندلي عضو فريق الهوكي ومنتخب مصر من سنة 1939 أستاذ خالد الدرندلي بيحظى بشعبية كبيرة بين أعضاء النادي الأهلي فضلا عن عائلته اللي تمتلك تاريخ كبير في القلعة الحمراء وجماهير النادي ومشجيع النادي لا يتجزأوا من الكيان وطبيعي جدا أنا كوني واحد من النادي الأهلي اللي متربج ونادي الأهلي كأستاذ خالد الدرندلي مش محتاج أو إحنا مش محتاجين نزيل على أهلويته ولا نعرف حضراتكم هو مين ولا نتكلم بس دايماً بيكون عندنا بعض الكلام اللي بنقوله في الوقت المناسب أستاذ خالد الدرندلي راجل عضو المجلس دره قديم راجل عنده تاريخ كبير جوه النادي أب أم عندهم تاريخ بيتكلموا عن يعني أهلويته العظيمة جداً وانتماءه للنادي الأهلي وزي ما قلت لحضراتكم إن موقف اللي كان موجود على مواقع التواصل الاجتماعي واختيار الأستاذ خالد الدرندلي محدش ينكر أبداً الأستاذ خالد الدرندلي شخصية محترمة وشخصية أهلوية وشرف كبير جداً وجوده في أي مكان لكن طبعاً يعني كلام كنا عايزين نتكلم عليه وكلام كنا حبيه نحن نقول لحضراتكم على قناة النادي الأهلي علشان لما بيكون فيه موضوع مثار للرأي العام ومثار على السوشيال ميديا دايماً بنتكلم من خلال قناة الأهلي ومن خلال موقع النادي الأهلي ومن خلال أي إعلام ينتمي إلى النادي الأهلي بنقول لحضراتكم الحقيقة بشكل مختلف بنقول لحضراتكم وبنناقش مع حضراتكم الموضوع بشكل فيه روح رياضية بشكل ترجمة نانسي قنقر